طبعا هذا التقدم السريع دلالة كبيرة على نزام العدو وعدم تمكن البقاء فترة طويلة أمام تقدم القوات العراقية هناك بعض الأفكار القديمة التي يلجأ إليها المسلحين من خلال وجود الألغام ووجود كذلك زرع العبوات ولكن قواتنا العراقية وخصوة الهندسة تعالج هذه المسائل التي أصبحت معالجتها بسيطة جدا وكذلك سلوك البداء في موضوع التضليل الطيران للقوة الجوية من خلال حرق الإطارات وغيرها من الأساليب القديمة التي تستعملها في مدن سابقة دلالة كبيرة أن قدرت على الصمود في هذه المدينة ستكون قيلة جدا وسوف ينهار بالأيام القادمة